والله بسم الله ما شاء الله عليك والله هو أدبت اللي عشال دا يفوف والنبي أنت اللي أمر طب قولي لي بقى أنت لو جوزك يجوز عليك تعملي إيه؟ لا أنا أنا صعب إن أنا يمكن أنا عندي عقد عشان أبويا كان من جوز اتنين فعندي عقدة من صغر يعني ما حبش حكاية الاتنين دي آه وأنا أنا بقى فعلا أنا أقول له أخذها واطلع برا ده على طول بالرجل وأدي له فضاء وهو وهي على طول وهو أمسكها وأعود عليها وأفتصها طبعا أنا اللي يفكر يسابني يشوف هعمل في إيه؟ الحدي يفهم بقى يا جماعة آه وأسمع الحدي يفهم سمعين؟ هو اسمه محمد ممكن تقولله يا محمد ايوه يا محمد يكلهم ايوه يا محمد يكلهم ايوه يا محمد يتموتك وتخلص عليك ايوه يا حمادة نيدو ايوه ايوه محدش قدها دي ايوه بقى طب قليلي يا ففا قليلي يا روح قليلي بقى مامتك بمناسبة العقاب والحاجات دي وانتي قلتلي انتي كان عندك عقدة انا عرفت ان مامتك بتضربك وانتي صغنونة بالكرباء قال انا كنت مطيعة جدا اه ولكن اخواتي كانوا أشيئية قوي يعني بعض منهم مش كلنا اه واحنا كنا ست بنات اه وابويا عنده ستة يعني ستة بس من مرات ابويا اه اربعة ولاد وبنتين واحنا كنا ستة بنات طبعا ربت امي لاني كان طول الوقت بتتخاني مع ابويا مش هاوزاي يخش البيت عشان اتجوز عليها اه اه انا كنت بالنسبة للضرب امي لما كانت تضرب كانت تضربنا ستة مع بعض اللي هو اللي عمل زالي مع عمل اللي عمل مع عملش تقولك كلهم يعياته مرة واحدة مش وحدة طاعته التانية ايه تتحصر على حياتها لا كلهم يعياته بقى ما ازاي كان نظامها كده طب وانتي بقى استخدمت النظام ده بقى مع ولادي اه انا ما شاء الله عندي بنات بردو ما شاء الله بس انا لا ما استخدمتش ده خالص لان انا كنت يعني مش بحب ده خالص مهو ده خالص فلما خلفت محبتش ابدا ان انا اضرب ولادي عمرهم اعمله يعني حاجة ولما كانت البنت منهم لو عملت عمرهم زعلوني بصراحة ربنا ارد عليهم يعني ما شاء الله عليهم يا رب زكاة عزة والاندي الله اكبر عليهم الله اكبر عسى بجد فمتعين ويعني ما اردوش يعني يزعلوني لحظة فانا بس ابصولهم بعنايا عمري ما ضربتهم مهو الدرب مش صحي مش في كل حاجة صح صح مش في كل حاجة وممكن التربية بالعين البنت تعرف مامتها عاوزة ايه او ابوها عاوز ايه منك تبصيله بالعين كده يتعلم صح طب وانتي بوجودة في القاهرة بقى مين اول من ساعدك عشان ترقصي وتحققي بقى موهبتك بص انا اول مرة اقول الكلام ده على فكرة بس اقولولك في البرنامج ليكي عشان انا بحبك انتي سألتيني على الكذب انا نفسي بس لما الواحد يعني يقدم حاجة لحد انا كان اللي يعملي حتى يعني دلي دي كده او ما شلها له جميلة اقول ده عمل فيها جميل ان لقى دي مش حلوة فقالي يوديها ورا كده او يعملي شعرك كده بتمنى ان الناس ما تنساش نفسها وان كل واحد لما الواحد يقدم له اي حاجة يعترب بالجميل وده مش عيبه ولا هيقل بيه صح بالعكس ده ده هيكبره ويديله ثقة بالنفس لما يقول ان فلان عملي كذا فانا ده اول مرة بقولها ببرنامج فبقول ان دايما اللي حد يعمل فيه جميل لازم يخلي الجميل ده فوق راسه على طول ما ينسهوش ما ينسهوش اطلاقا بالعكس انت تكبر مش تقلم طب مين يا ففة اللي انت عملت له حاجة ونكر الجميل لا مش ما فيش حد بذاته يعني بس فيه كتير يعني تخيال ان انا انا مصدومة انا نفسي اعمل قصة حياتي انا عملنا برنامج عارفة ليه من كتر ما بيكذبه يعني اذا كنت وانت قادر بتتفرجه على التيفي على التليفزيون يعني بالبلد كده بلا تيفي بلا لغات بقى ما نعودش نتعب نفسينا يا ففة بقى خليك معي كده يلا بقول لي كيه ما تخليش خلق الكنس استريتش فالس استريتش قوي ايوه بقى ويلا بقى اشتعت عسلات فلات من مصر ومالدنيا يا قناة هيسوير I love you I love you too حبيبتي حبيبتي يا ففة طب قولنا يا ففة انت ايه اكتر حاجة بتفرحك وبتبسطك وبتخليك كده حاسة ان انت بجد بتعمليك كده حاسة ان انت بجد بتعمليك كده حاجة اللي انت بتحبيه دلوقتي اكيد ان انا ببسط الناس من خلال يعني مثلا اخر حاجة بس ما بلحاش افرح يعني بصراحة يعني اخر حاجة عملتلهم اونلايم البيت يوم راس السنة في جيتو ده كان جميل ده اه عملتلهم اونلايم البيت ما تحنيتش طبعا الاسبوع اللي بعده كل اصحابي بعتولي على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر كلهم ان بليز بلحاش تطلعي اونلايم لان عندنا امتحانات واحنا عايزين يتفرج عليك فاقلت احترمت طبعا كلامه ما طلعتش اونلايم بعد كده حصل لنا حالة الوفاة ما طلعتش بقى اه يا حبيبت البقاء لله يا فوقها الله يخلم وربنا يا رب يجعلها اخر الاحزان وترجعي تفرحي دايما كده وتبقى مبسوطة وتملي الدنيا كلها فر طب قوليلي ايه الحاجة اللي ممكن تخلي في عبده تبطل انها ترقص بصي اقولك حاجة الناس انا طبعا بطلت اشتغل في الاماكن العامة وقبل اواني على فكرة يعني انا بطلت بسبب تافي جدا بس يمكن ربنا اراد كده ان انا اعمل بقى دراما صح وعملت دراما خدتني المسلسلات لاني عاملة كذا مسلسل الدراما خدتني والافلام فاهماني بقاش فيه وقت للرأس لاني مرة روحت مثلا ايام ايام الدراما وايام الافلام فطبعا كان عندي فرح في اسكندرية فعبل ما روحت اسكندرية وخلصت الكلام دوت روحت رقيت الراجل بيجري ورايا بالمسدس يا لا هو هيموتني وده سبب تافي لا ده سببت اللي حلاني سبت لكن انا اللي سبت الرأس في الاماكن العامة لان ما كانش فيه وقت بقى خلاص يعني لكن انا بحب الرأسي جدا وبعدين انا ما بحبتش نفسي وانا سخينة خالص خالص تخيال لما تبقى انت يعني يبقى انت مميزة وجسمك حلو طول عمرك واخدع اللياقة والرأس ده بيطلع لك تقمي الجسم طب بص يا فوف قول يا روح اجي الجمهور وانا اتدرب معك تجي نقوم نرقص وتعلميني شوية حركات لا نرقص لا يا شيخة نرقص ايه ليه انا بتكلم ان انا مش باقولك اهو اقوليه طب ما تقوم ترقصي انت مش بتهزي ما انا مع بعض لا انا ما اهز معك لا اسمعيني بس انت تعلميني ده انا هرياهم كل يوم بنزلهم على انستجرام والفيسبوك بنزلهم رأسات لا بس انا بقى اشوفك بترقصي ازاي وقيم طب ماشي بس توقفي معايا انا زلتك حتى بلدي اسمعيني بس طي انا اديني مكانك ثواني حاضر يالله انا اديني مكاني وانت خدي مكاني ماشي اهو ماشي كده يالله اتفقنا يالله اتفقنا 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 فين المزيك لا بس انا هقولك حاجة قبل مرقص اقولي الناس قصب مش عايزينينا انا مين انا شايماء هاترقص مش ده هدك جميلة لا أولا يبصوني سا اهو 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 كده اهو شبتي اهو يالله جلا فين يالله واانت واو الله هاوق معاك هتروسي واو الله هارقص معاك هتروسي علي إيه انت عايزة ايه بقا و Britney نشغله انا معاك في أي حاك انت تنزلي هنا هنروح هنا لا والله اماور انا انا ما تنيشت من مكاني ابدا هارها 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 اابدا لا لا يا فف انا اجيلك انا اخذاء يا روحة نرجة عالي انا وانت لا والله او المكرفلات اسم الله عليك يا ففا شفتي أنا أختي خسيت الجيزة موسعة ايوه اهو يلا هتشغلونا ايه بقى ايوه 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 ايوا ايوه خف geschafft ايوه ايش! أظن! حلت الدبت! أظن! 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 اعني! أظن! ده يا جيد اظن! ده يا جيد ده يا جيد ده يا جيد طبعاً 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 امس! إيه الحلوة دي يا فوفة؟ يعني والله العظيم ده حلو ده الله هو أكبر عليك حبيبتي طب قول لنا يا فوفة بقى ده حلوة وآخر طعام إنتي قدمتي كذا برنامج احكي لنا بقى عن تجربة البرامج وكنت بتبقي مبسوطة فيها وقريبة من الجمهور ولا إيه البرامج طبعا أنا عملت ثلاث برامج عملت أول برنامج كان إنتاج إناسي الدهيدي وكنت عاملة البرنامج دوت لليه أرتي كان حصري فطبعا ما تشافش بس كان معايا قولي النجوم الله آه عملته ده كان اسمه سلامة ربا عملت ده أول واحد طبعا بالنسبة لي بعد كده لما عملت أحلى مساء كانت تجربة أوريدي أنا عاملة برنامج طويل قبل كده وحلو وأنا طبيعتي على المسرح بتكلم أنت بتحب الناس والناس بتحب آه بحب الناس وأنا أخذ على المسرح فأنا من طبيعي جدا أن أنا أعمل يعني أعمل يعني مزيعة بنسبة لي عادي خالص لأن أنا طول الوقت وأنا بشتغل وأنا بتكلم مع الناس وكان أحلى حاجة أن أنت كنت طبيعية والطبيعية دي هي اللي بتوصل لقلوب الناس ما هو؟ بجد دلوقتي ما شاء الله كلهم بقوا بطبيعيين خلاص بقى أيوة كله بيقلل ففا بس مهما عملته عمر بحد هيبقى زيعة وخمسة موهة ونطلع فصل ونرجع لكم تاني وايوة بقى ويلا بقى يا ففا أيوة يا حبيبتي